الحمد لله لأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الموصوف منهجه بالصراط المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أما بعد أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى وَمَا تَكُونُ فِي شَيْءٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِسْتُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن الله تبارك وتعالى خلق عباده فجعل منهم العلماء وجعل منهم أهل الجهالة خلق عباده جعل منهم المسؤولون أهل الذكر وجعل منهم السائلين من غير أهل الذكر أعطى عباده العلم فجعله على مرتبتين علمٌ ظاهرٌ سطحي وعلمٌ هو علمٌ راسخون في العلم ثم قوَّم الشهادة فقدَّم شهادته لنفسه بالوحدانية ثم شهادة ملائكته ثم ملائكة أولي العلم أصحاب العلم والذين يصفهم الله تبارك وتعالى بأصحاب العلم هم حقًا أصحاب العلم فقال عزَّ من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أيها الإخوة المؤمنون الله تبارك وتعالى حين أراد بعباده خيرًا بعث فيهم الرسل والأنبياء وجعل لأولئك الرسل والأنبياء خلفاء هم ورثتهم وهم العلماء فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وهؤلاء العلماء من هم؟ هل هم الذين قرأوا وفهموا أو هم الذين قرأوا وفهموا وعملوا الأولياء الأولياء هم العلماء هم العلماء الذين تعلموا هم العلماء الذين فهموا عن الله تبارك وتعالى مراده هم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى قمة الأولياء ومثل القيادة ومثل القيادة العلياء هم الذين تعلموا وفهموا وعملوا بما منَّ الله تبارك وتعالى به عليهم من العلم هؤلاء هم أولياء الله هؤلاء هم المقربون وصفهم بصفات السابقون السابقون أولئك المقربون بعد أن وصف طائف منهم بأصحاب اليمين أو أصحاب الميمنة ووصف القسم الثاني بأصحاب الشمال أو أصحاب المشأمة من هنا ندرك أن ساكن الدنيا من البشر ينقسمون قسم أولية إلى مجموعة آمنت بالله وسلك الطريقة وعملت بوصيته واتبعت شريعته وأقامت الميزان فلم تخسره في كل شؤونها هذا هو قسم المؤمنين قسم المقربين قسم الأولياء والولاية صفة نسبية تتفاوت من شخص إلى آخر ليست الولاية بنسبة واحدة فليست ولاية أحد المؤمنين بمنزلة ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه ولا ولاية أحد الناس بمنزلة ولاية عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وولاية الشيخ التجاني رضي الله عنه والإمام الشازل والمرسي والبدوي والدسوق وغيره ليست الولاية على مرتبة واحدة وإنما هي متفاوتة القسم الثاني من البشر هم أولئك الذين تنكبوا الصراط المستقيم واختاروا مسلك أهل الجحيم من الكفار والمعاندين والمبتدع المشاغبين والمتمكرين لشرائع الله الضالين هؤلاء ورثوا من فإذا ورث الأولون الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله صراط الذين أنعمت عليهم أي وصفهم بأنه أنعم عليهم من هم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله أما هؤلاء فهم ورثوا قسم المغضوب عليهم والضالين كما أوضحت سورة الفاتحة ونحن بدورنا أمرنا بأن نكون مع أحسن فريق أن نكون مع أفضل قسمة أن نكون مع الأولياء أن نكون معهم في مسلكهم وفي سيرهم إلى الله نحبهم بحب الله لهم نطيعهم بأمر الله لنا بذلك لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاعهم فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا يؤكد الإمام الغزالي رضي الله عنهم أن المحبة الحقيقية بين المسلمين هي في جوهرها محبة لله المؤمن إذا عرف الله المعرفة الحقيقية لا يحب إلا الله المؤمن إذا عرف مكانته ومنزلته عند الله لا يحب إلا الله المؤمن إذا عرف نفسه وعرف أفعال نفسه وعرف ما يختلج صدره من الخواطر والوساوس وعرف نقص نفسه وكسر قوته لا شك أنه لا يلجأ إلا الله ولا يحب إلا الله فحبنا للأولياء والصالحين هو حب لرسول الله وحبنا لرسول الله هو حب لله إذ لو انكشف لكل واحد من الحجاب بأن محبته لفلال غير مقبول عند الله لما أحبه فنان نحب الجميع لله من هنا فرح الصحابة بالانتماء والمحبة لأهل النسبة إلى الله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي كان هو آخر حديثنا في خطبة تقدمت قبل سفري أن أعربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة متى تقوم القيامة وكل زمن عندما يتضايق المؤمن وتضيق به الأرض بما رحبت وتسود الدنيا في وجهه لا يلجأ إلا إلى الله وأول ما يخطر بباله هو مكان الحكم ومكان الإنصاف بين يدي الله هو القيامة فيقول متى تقوم الساعة حتى ينصفني الحق تبارك وتعالى لأن الآخرة هي دار الإنصاف والدنيا هي دار الجور والظل الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه دائما يجيب من مبدأ الحكمة ويجيب على أساس من الحكمة فقال لهذا السائل بعد أن أمهله هنيها أو برها أو وقتا من السائل أين السائل عن الساعة قال أنا ذا يا رسول الله قال ما أعددت لها أي شيء أعددت للقيامة تسأل عنها لأن الذي ينبغي له أن يسأل عن قيام الساعة هو الشخص الذي أعد لها العدة وهيأ نفسه التهيئة الكاملة ويعلم أنه أعد لكل سؤال جواب ولكل نعمة شكرا هذا العبد يسأل عن قيام الساعة يستعجل الجزاء يستعجل السواب لكن أنت يا أخي العرب ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله غير أني أحب الله ورسوله فماذا فماذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لم يقل له اعمل عمل رسول الله أو اعمل مثل عمل رسول الله أو اجتهد في العبادة كما اتهد رسول الله أحيى الليلة حتى تورمت قدماه وتفطرت أصابعه لم يقل له شيئا من ذلك وإنما قال له أنت مع من أحببته إذن مراث القيامة الجنة وما تشتمل عليه قل له بسهولة نستطيع الحصول عليه كيف بحب الله وحب رسول الله وحب أولياء الله يقول الشاعر فتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهم تشبه بأهل الكمال أحبهم فستخشر يوم القيامة معهم قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أنت مع من أحببت فأنا أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله تبارك وتعالى معهم هذا الأساس يجب أن يفكر فيه كل عاقل فإن هناك من الدرجات والمراتب في القرب من الله تبارك وتعالى يصل إليها الإنسان بعبادته ويصل إليها الإنسان بجهاده وجده واتهاده ولكن هناك أمور أخرى لا يصل إليها الإنسان ولا ينالها ولا تكون في نصابه يوم توضع الموازين القصد إلا بالنية لا يصل إليها الإنسان إلا بالنية وهذه النية هي التي تؤهلك لأن تكون مع الله ولأن تكون مع رسول الله ولأن تكون مع أولياء الله انوي محبة الله وانوي محبة رسول الله وانوي محبة أولياء الله بعض العلماء يقولون أن محبة الله هي طاعته ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعته يقول الإمام الغزالي رادا على هؤلاء إن المحبة يجب أن تسبق كل طاعة وأن تسبق كل عمل المحبة لله يجب أن تكون نية تجعلك تميل وتختار الله وتختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء هذه النية السابقة هي أفضل من طاعتك وأفضل من عبادتك ثم إن النية هي عبارة عن اتجاه القلب اتجاها إراديا جازمة هذه لا يدخلها الرياء هذه لا يدخلها النفاق هذه لا يدخلها شيء من التردد فإذا دخلها رياء أو نفاق إذا دخلها رياء أو نفاق أو تردد لم تكن نية صادقة لم تكن نية صادقة قد يجوز أن تكون هما يمكن أن تكون هما يمكن أن تكون خاطرا يمكن أن تكون وسواسا يمكن أن تكون لمحة لمحة من تطلعات النفس أما الني الصادقة فهي اتجاه جازم إلى المنوي والمنوي هنا هو الله تبارك وتعالى المحبة لأهل الله نافعة يقول أحد الصحابة ربوان الله تعالى عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبهم يوما فقال أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بمجالسهم وقربهم من الله تبارك وتعالى فجثى أعرابي من قاسية الناس فقال يا رسول الله ناس من الناس ليس بأنبياء ليس بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم أو مكانتهم من الله وقربهم هناك بمجالسهم وهنا بمكانتهم صفهم لنا يا رسول الله جلهم لنا يا رسول الله صف لنا شكلهم لعلنا نحبهم أو صفهم لنا لعلنا نحبهم انظروا إلى حصافة عقل هذا الصحابي الجليل وإن كان من أهل البادية أو أنه من الأعراب إلا أن فطرته سليمة وسلقته مستقيمة وعلم أن المحبة لأهل الولاية لله أهل النسبة إلى الله نافعة فقال اصفهم لنا لعلنا نحبهم فصر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤال الأعرابي فقال هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم توصل بينهم أرحام متقاربة تحاب وتصف يجلسهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة على منابر من نور وإن وجوههم لنور وإن ثيابهم لنور لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يخافون إذا خاف الناس هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه رواية أبو مالك الأشعر من بعض وجوهها في هذا الحديث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عباد للعباد الله لم يصف بأكثر من العبودية إذن الشرط الأول لتكون مع هؤلاء أصحاب المنابر أن تكون عبدا لله ألا تستعبدك الدنيا وأن لا يستعبدك الدرهم والدينار ولا تستعبدك الخميصة الخميصة كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء فقال تعيس عبد الدرهم والدينار والخميصة الخميصة هي الزي إذا نظرتم إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون فتنة الدنيا تتمثل في هذه الأشياء التي أشار إليها أولا نسيان كونك عبدا لله هذا النسيان قد يدفع بك لنسيان ربك يدفع بك لنسيان نفسك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون إذا نظرت إلى ما افتتنا الناس به تجد ما هو الدرهم والدينار المال والأمر الثاني الاهتمام بالتجمل والتزيون بالملابس الفاخرة كحالتنا اليوم في هذا الزمن لكن المهم أن لا تعبد هذه الأشياء بقلبك عندما تضع حب الله في ميزان في كفة وتضع هذه الأشياء ميلك إليها واختيارك لها في كفة تجد حب الله يرضى بها هذا هو المطلوب من هنا يجب عليك أن تدرك أنك إذا أحببت الصالحين أشرت معهم وإذا أحببت الطالحين أشرت معهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن أنهن حق لا يجعل الله تبارك وتعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ثم ذكر الأسهم في حديث عائشة فذكر وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة ثم ختم الحديث بقوله ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة وعلامة تولي الله لك هي أن تجد نفسك تؤدي الفرائض وتتزول بنوافل الخير تمتثل المأمورات وتتنب المنهيات تمتثل المأمورات بحسب الاستطاعة وتتنب المنهيات هذه علامة تدل على أن الله قد تولاك في الدنيا الله تولاك في الدنيا فلن يوليك غيره يوم القيامة وما أحب رجل قوما إلا حشر معهم يوم القيامة هذا الحديث واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن من ليس له نصيب في الإسلام لا يكون مثل من له نصيب في الإسلام ويقول أن الله تبارك وتعالى إذا تولاك في الدنيا بأن جعلك من المسلمين المؤمنين بالله وبرسول الله وبكتاب الله الناوين على امتثال المأمورات كلها والتناب المنهيات كلها والساعين إلى إسعاد أنفسهم فأنت ممن تولاك الله في هذه الدنيا ولم يوليك غيره يوم القيامة معناه إذا سترك في الدنيا سترك في الآخرة لذلك يقول ابن عطاء الله رضي الله عنه في حكمه من أشرقت بدايته أشرق النهايته أي من صلحت حاله في الدنيا صلحت حاله في الآخرة ومن كان مع الله في الدنيا كان مع الله يوم القيامة في هذا الحديث الرسول يقول بمجالسهم وقربهم من الله ما هي المجالس المجالس ليست أشياء معينة وإنما هي المكان والوقت الذي تجلس فيه وتقرأ القرآن تجلس فيه وتذكر الله تجلس فيه وتتفكر في آلاء الله تجلس فيه وتعود بقلبك إلى الله هذه المجالس هي مجالس الله تبارك وتعالى وكلما كنت في مجلس من مجالس العبودية كنت قريبا من الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس نالوا إلاية الله تبارك وتعالى بسكونهم إلى الله تبارك وتعالى وتقربهم من الله تبارك وتعالى جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم من أولئك المتقربين إلى الله العامرين أوقاتهم وأمكنتهم بذكر الله يقول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك ملك برأف الرحيم الحمد لله حمدا يقترن بحكمة الله البالغ ويحيط بنعامه السابقة ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها عظم نعمة ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لو في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والحلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم أما بعد فإذا كانت مجالس القرب من الله تبارك وتعالى هي سبب ولاية الأولياء وهي سبب اقتراب المقربين من الحق تبارك وتعالى وهي سبب ظهور الكرامات على أيديهم وهي سبب ظهور سيمة الإيمان والتقوى على وجوههم إذا كانت إذا كانت هذه بتلك بتلك فما الذي يمنعنا من أن نسعى من أجل تحقيق مجالس القرب أو عمارة مجالس القرب من الله تبارك وتعالى لماذا نشغل أنفسنا بالدنيا ونحن نعلم أنها زائلة لماذا نحاول أن نقوم أنفسنا ونحن نعلم أن سفينة الدنيا ما إلى ما إلى الغرق فكل من ركن إليها وقع في الهلاك كل من ركن إلى الدنيا وقع في الهلاك هذه من أبجديات الإسلام يعرفها كل مسلم من نفسه ومما قرأ في القرآن ومما قرأه في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عمارة الأوقات بالذكر والعبادة والاعتبار إذا كانت عمارة المجالس بالذكر والعبادة والاعتبار سبباً ليكون الإنسان ولياً فما الذي يمنعه أنقص في الإيمان والعياذ بالله أم شك في الله والعياذ بالله أم هو الكسل والدعة وهما مرض من النفس ليدرك الإنسان أن هذه الدنيا لا يمكن أن تجد فيها الفراغ هذه الدنيا لا يمكن أن تجد فيها صحة البدن والنفس فإن كنت صحيحاً في بدنك لابد أن تكون مريضاً في قلبك بشيء من الأشياء وإذا كنت صحيحاً بقلبك فلابد أن تكون مريضاً ببدنك في شيء من الأشياء وإذا كنت تعتقد أنك تجد فيها الفراغ من كل شيء حتى تتمكن في وقت الفراغ من العبادة فأنت تغلط وتجني على نفسك يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلام عليه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ إذن يجب عليك أن تنتمي إلى أولياء الله تنتمي إلى حزب الله وحزب الله هم الغالبون وحزب الله هم المفلحون انتمي إلى حزب الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل اليسير من الرياء شرك ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة كما رواه عنه سيدنا عمر بن الخطاب حين وجده جالسا على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فسأله فأجابه بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وقد جاء هذا المعنى في الحديث القدسي المشهور ذلك الحديث الذي تضمن أن لله أولياء من أحبهم فبحب الله تبارك وتعالى أحبهم ومن عاداهم أذنه الله تبارك وتعالى بالمحاربة والله تبارك وتعالى فرض الأعمال على العباد وفاوت بينها في المرتبة فجعل الفرائض هي أحب الأعمال إليه الفرائض هي أحب الأعمال إليه وهي الطريقة التي سلك بها الأولياء منهج الوصول إلى الله تبارك وتعالى مع من يغشاهم أو يمر بهم أو ينتمي إليهم أو يطيعهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه من عادا لي وليا فقد آذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم امتقل إلى مرحلة أخرى تشمل كل مجالس القرب من الله تبارك وتعالى وهي نوافل الخيرات النوافل القولية والنوافل الفعلية والنوافل الفكرية والنوافل الحالية فقال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الله تبارك وتعالى دائما يحبهما يحبونه بالنسبة للمؤمنين يقدم محبته لهم إذ لو لم يحبك لما أحهلك أبدا لأن تنتمي إليه أو تسلك طريقة فانظر العزة والكرامة والمكانة التي أعطاكها الله تبارك وتعالى حين كتبك في المسلمين المؤمنين الذين يصلون ويعبدون الله تبارك وتعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله تردد في نفس عبد المؤمن وفي رواية في قبض عبد المؤمن يكره الموت أنا أكره مساءته أعطاك المفتاح أعطاك المفتاح بل حتى أنه وارب لك الباب لتدفع دفعا قليلا فينتفح الباب فينفتح الباب فتدخل مع الأحباب حافظ على فرائضك وتزود من نوافل الخي وانمي نفسك إلى أوليائه وأحبابه تكون من أحبابه وقتها ينزل نور التوفيق في كلك في كل أعضائك وقتها حين تتوجه إليه وتطلب منه حاجة يقضيها تتوجه إليه وتطلب منه دفع شر يدفعه فإذا لم يتحقق لك ذلك فالعلة ليست في وعده وإنما العلة في تناولك أنت لشرقه نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للوفاء بالشروط عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال جل من قائل العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عابدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود وعلى آله زبي الفضل الجلي وأصحاب زبي القدر العلي أبي بكر عمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبيعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعة أجمعين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال اللهم نوير على أهل القبول قبورهم واغفر للأحياء ويستر لهم أمورهم اللهم اتبع على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واغضي الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين اللهم يا الله انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ادفعهم عنا بما شئت اللهم ادفعهم عنا بما شئت اللهم ادفعهم عنا بما شئت اللهم إنك تنظر ما حل بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العصر من كسرة تكالب القفار والمنافقين وأذنابهم ضد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ضد من يحمل القرآن ويرفع رايته ويدعو إليه اللهم إنك ترى ما لا نرى مما به قضاءك وقدرك جرى نسألك يا الله أن تجيرنا من سوء الأقدار يا الله أجرنا من شر الأقدار يا الله إنا نعوذ بك منك ونلجأ إليك يا رب العالمين ويرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلا والوبا والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة